وأناقش هذه التطورات تبعا مع ضيوفي الكرام من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي من القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومن بيروت معنا أيضا الكاتب والمحلل السياسي الأساذ منير الربيع مرحبا بكم جميعا على شاشة الحدث واسمح لضيفي أن أبدأ مع الأساذ منير يعني أساذ منير أبدأ معك بحزب الله يقول إنه نجح اليوم في هذا الهجوم وإسرائيل فشلت بينما ينتظر الجميع دلائل وبراهين على أن هذا الهجوم قد نجح كيف يمكن قراءة هذا الموقف؟ نعم بالتأكيد الموقف يرتبط بجزء من الحرب النفسية التي يخوضها حزب الله فهو منذ الثامن من أكتوبر تبرى الحزب أنه يخوض حربا بأبعاد متعددة الحرب الأولى بالمعنى النفسي كي لا يكون خارج سياق العملية التي نفذتها حركة حماس بالمعنى الآخر أنه يساند حركة حماس ويمنع أي هزيمة لها وبالمعنى الثالث هو تثبيت حزب الله لمسألة قواعد الاشتباك وأنه يناصر غزة ولكنه في المقابل قادر على منع الإسرائيليين من تنفيذ عمليات في العمق اللبناني أو إحداث تغييرات استراتيجية على الجبهة مع لبنان الإسرائيلي تخطى في الفترة الماضية كل الخطوط عمل على تنفيذ عمليات في العمق اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت في البقاع استهدف مخازن أسلحة وصواريخ ومرر رسائل بالدم والنار بما يمتلكه من معلومات ومعطيات وقادر على تحقيق إصابات مباشرة لم يكن أمام حزب الله إلا خيار تنفيذ هذا الرد حتما أن الحزب لم يحسم ما الذي حققه في هذه العملية لأنه لا يبدو أنه يمتلك المعطيات اللازمة لإثبات ذلك الإسرائيليون نفوا في المقابل وبالتالي في قراءة موضوعية لما جرى يمكن لهذه العملية أن تذكرنا بما جرى في ضرب إيران لأهداف إسرائيلية أو لإسرائيل في الثالث عشر من نيسان وتلك الضربة التي كانت ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وتم تنفيذها بنوع من الترتيب المباشر أو غير المباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالجوهر وبالمضمون ما جرى اليوم يمكن أن يذكر بتلك المرحلة لا سيما أن الإسرائيليين قد أعلنوا مسبقا بعدم نيتهم التصعيد وعدم نيتهم الرد على هذا الرد حتى الآن بالحد الأدنى وحزب الله أيضا أعلن على لسان أمينه العام بأنه يكتفي بهذا الرد وبالتالي فلنعود إلى قواعد الاشتباك السابقة التي حصلت قبل استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت لذلك لن يكون لهذه العملية أي أثر على المعنى العسكري الاستراتيجي في المرحلة المقبلة سنعود إلى قواعد الاشتباك السابقة لكن الرجل نصر الله هنا أتحدث أستاذ منير قال إن الأيام ستكشف عن حجم العملية الكبيرة على حد قوله بتعليق بسيط سمحت لي إذا ما أردت أن أدخل في التفاصيل فهو لم يقل ذلك بجزم قال الأيام ستثبت لماذا نحن عملنا على اتخاذ القرار للرد بأنفسنا أو بشكل منفرد وبحال ثبت لنا أن هذه العملية أدت إلى النتائج المرجوة نحن نكون قد اكتفينا بالرد أما بحال لم يثبت ذلك فحينها سنبحث عن رد آخر وبتوقيت آخر ونحن نختار هذا الرد وهذا التوقيت جميل ووضحت هذه الفكرة طرحت نقطة مهمة وآتي بها للدكتور محمد بعد الترحيب به مجددا نصر الله أيضا دكتور محمد قال يعني أقطب اسم كلامه هنا كل طرف في محور المقاومة سيقرر كيف يرد بطريقته سيكون هناك رد لإيران وللحوثيين ما الذي يعنيه ذلك هذا التصريح تحديد إن تصريح مهم أهلا وسهلا بك أستاذ بصير أهلا بك أهلا بك كانت هناك رسالة واضحة من جانب حسن نصر الله في هذا الأمر بأن ما حدث اليوم من هجمات لحزب الله ضد إسرائيل هو رد فقط على اغتيال فؤاد شكر هذا معناه أن الرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران ما زال قائما وفي عهدة إيران تحديدا وربما الوكلاء الآخرين لسيامة الذين تطوعوا بالانخراط في الحرب الحالية وباحتمال أن ينخرطوا أيضا في أي رد عسكري محتمل على اغتيال إسماعيل هنية في طهران الآن الكرة في ملعب إيران وهل سترد إيران بدورها على إسرائيل بسبب اغتيال هنية في الفترة القادمة هذا السؤال ما زال دون إجابة لكن دعني أقول أستاذ بصير أن حال التشنج داخل إيران بعد اغتيال هنية في 31 يوليو ألفاء اتراجعت إلى حد كبير بالعكس هناك تصريحات إيرانية في الفترة الأخيرة تحاول تقليص حدة خطورة الخلل الأمني الفادح الذي تعرضت إيران أو كشفت عنه عملية اغتيال هنية هناك حديث من جانب الحار الثوري بأن الرد الإيراني على إسرائيل قد يطول هذا ربما منذ ساعات قليلة وهناك أيضا تصريح لوزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب يقول أنه لم تكن هناك دسائس أو لم يكن هناك اختراك للأجهزة الأمنية أو متسللين في عملية اغتيال هنية وهذا معناه أنه إيران تقلل من الخلل الأمن الذي حدث وربما هذا معناه أنه تقلل من الرد المتوقع من جانبها عسكريا ضد إسرائيل في المرحلة القادمة خصوصا أنه هناك اعتبارات عديدة تضع إيران الآن ضمن حساباتها ما يتعلق به وصول رئيس جديد لا يريد أن يبدأ عهده بحرب مع إسرائيل وما يتعلق باحتمال أن تكون هناك تفاهمات مع الولايات المتحدة في ظل رسال السياسية والعسكرية التي توجهها واشنطن إلى طهران على الأقل في اللحظة الحالية وبالتالي كلمة نصر الله كانت تحاول الفصل بين ما حدث اليوم وبين إمكانية أن يحدث رد عسكري إيراني ضد إسرائيل في الفترة القادمة دكتور ساميرو رحب بك مجددا في هذا النقاش والحوار هل ينبئ رد حزب الله اليوم والذي وصف بالضعيف وكان على عكس التوقعات كما يقول الكثيرين وأنصح لي أن أسأل بطريقة أخرى هل طمأن الأمريكيين بأن لا تصعيد في المنطقة سؤال جميل سيدي أولا أرحب بك وفيك الكرام ما يبدو واضحا من كلمة حسن نصر الله بأنه يريد أن يقول بأنني أغلق ملف اغتيال شكر وبغض النظر عن الحيسيات المتعلقة بقضية المعلومات الأمنية حاول حسن نصر الله أن يتحدث طويلا عن أنه لم يجري أي اختراف أمني ولكنني بكل تواضع أقول بأن هناك مؤشرات تدل على أن على الأقل الإسرائيليين والأمريكان كانوا يعرفون بأن سمتم شيء ما يقترب ثم وجهت الضربات الطيران دليل على ذلك هو وجود إيريك كوريلا في إسرائيل بالذات وهو رئيس قائد الأركان الأمريكي وإضافة إلى براون الذي سيحضر اليوم إلى إسرائيل بالتالي مجرد هذا الوضع يشير إلى أنه كانت هناك تنبؤات بأن الحادثة الرد قريب وبالمقابل أيضا نجد بأن حزب الله لم يكذب الضربة الإسرائيلية بل أعلن أن هذه الضربة التي قال عنها الإسرائيليون بهدف إجهاض عمليا قد قام بها بسلاثمائة صر الشيء المفاجئ هو كما تفضل سيدي هو أن لم يخرج حزب الله بأي عمل عسكري يوحي بأنه قادر على إعادة تجريد ردعه كان مهتما بكثيرا باستعادة الردع المعنوي ولكن ردع العسكري الرئيسي الذي هو يجب أن يكون مثلا بضربة تثبت قدراته على أن يهدد مراكز الحيوية وإلى آخره لم يثبت ذلك والدليل في كلامي هو أن حين تطلق 320 صاروخ على الأقل ثم لا تتمكن من أن توجه ضربة رئيسية استراتيجية هذا يدل على أن على الأقل ما استخدم من سلاح لم يكن قادرا على خلق حالة الردع وإذا كانت القضية قضية مسيرات فهو أضعف الإيمان يعني أعتقد أن المسيرات لها قدرات على القيام بعمليات عسكرية محددة ولكنها لا يمكن أن تكون هي وسيلة القتال الأساسية وبالتالي نعم لم يتمكن في رأينا حزب الله بهذا القدر من أن يعيد التأسيس لردع يود للسياق الاستراتيجي بينه وبين إسرائيل في هذا الموضوع بالتالي كان يحتاج حسن نصر الله أن يغلق ملف شكر وأن يقول للناس عودوا إلى بيوتكم ننتبه إلى قضية مهمة جدا أنه لم يتحدث عن ربط يعني الوضع في جنوب لبنان بغزة هذا جديد لأن في الماضي ورغم أنه تحدث بشكل جانب عن هذه القضية ولكنه لم يقل للناس لا ابقوا في الشمال لا تزال لدينا جولات إلى أن يقف إطلاق النار لم يقل ذلك وهذا أيضا له مضمون فيما يتعلق بأنه سيجنح إلى التهدئة بشكل رئيسي حتى برد النظر عن التطورات في غزة ربما إلى حين ربما إلى حين طيب هذه نقطة مهمة وهنا أعود لأسأل الأستاذ ربيع يعني بطريقة أو بأخرى استنتاجا لما طرحه الدكتور سامير يعني هل حفظ مأ وجه حزب الله بهذا الرد؟ هل أقنع نفسه بأنه رد ردا وأغلق قضية الرد على اغتيال شكر؟ أوافق على كل ما قاله الدكتور سامير التقي باستثناء النقطة الأخيرة المتعلقة بمسألة عودة المواطنين إلى بيوتهم أعتقد أن حزب الله أو نصر الله يقصد سكان الضاحية الجنوبية لبيروت الذين خرجوا منها خوفا من رد فعل إسرائيلي قد يستهدف الضاحية أولا وثانيا ذكر نصر الله مسألة أن كل الضغوط الدولية والضغوط العسكرية لن تثنيه عن إبقاء جبهة المساندة مفتوحة بغض النظر عن استجال المرتبط بجبهة المساندة ولكن لا يزال يربط الجبهات بعضها ببعض بغض النظر أعود وأقول عن مضمون الفعل العسكري أو أثر الفعل العسكري بالعودة إلى سؤالك أيضا أوافق مع ما قاله الدكتور سامير ولكن حزب الله لديه أسلوب في التعاطي العسكري يرتبط بالجانب المعنوي والجانب النفسي والذي يتقدم على كل الجوانب الأخرى ولذلك قدمها النصر الله بطريقة أنه على الرغم من المراقبة الإسرائيلية والاستنفار الإسرائيلي والأمريكي والغربي نحن تمكننا من إطلاق الصواريخ والمسيرات وعلى الرغم من العملية الاستباقية التي أعلن عنها الإسرائيليون نحن تمكننا من إطلاق الصواريخ والمسيرات بالميزان المعنوي الذي يعود به حزب الله إلى بيئته الخاضنة وجمهوره هو سيعتبر بأنه قد نفذ ضربة قوية وحقق ما أراد تحقيقه بالنسبة إلى بيئته وجمهوره أما بالنسبة إلى المعيار العسكري الواقعي والمعيار السياسي حتما هذه الضربة لم تسهم لا في استعادة منظومة الرادة ولا في استعادة قواعد الاشتبال ولا في استعادة توازن الرعب الذي كان يسعى حزب الله إلى تكريسه لسيما أن مسألة الضاحية أو بيروت مقابل تل أبيب لم تطبق بشكل حرفي أو بشكل كامل لأن نصر الله أعلن أنه استهدف قاعدة عسكرية في محيط تل أبيب مسألة المدني بالمدني لم تطبق وقد شرح نصر الله لماذا لم تطبق ولكن بالحد الأدنى الإغتيال بالإغتيال وهو ما لم يتحقق ترجمة نانسي قنقر